لقد طلبت مجيئك بمفردك ولكنني جئت بموسى كي تراه انظر إليه كيف كبر واشتد عوده لقد فتم اليوم وجاءت به المرضعة إذن فهو من الآن لن يغادر القصر لأجل خاطري خذه وداعب إنه طفل جميل إنه لقد قطب جبينا إنه ينظر لي نظرة غضب لقد جذب لحياتي بقوة كاد أن ينزعها من ذقني أيها الشقي إنه ليس بطفل لقد جذب لحياتي بقوة رجل هذا هو عدوه إنه الطفل الذي أشار إليه الحلم أيها الخدم أحضر الزباحين كي يقتلوا هذا الطفل حالا إن مولاي الفرعون يطلبك ويطلب موسى معك يا مولاتي ألا تعرفين لما؟ لا أعرف يا مولاتي اذهبي وقولي له إني سأحضر حالا اقتلوا هذا الطفل حالا انتظر إنه مجرد طفل أنا عندي حالا سيؤكد أن موسى ليس هو الطفل المقصود هذا الطفل ليس له حل إلا قطع رقبته إنه لا يعي ما يفعل انظر سنأتي بصحنان صحن به ياقوت وصحن به جمرات من النيران ونقدمها إليه وإذا التقط الياقوت فهو يعرف ما يفعل وإذا التقط الجمر فهو لا يعقل ما يفعل إذن أحضروا الياقوت والنيران هيا قربوا منه الصحنين أرأيت لقد وضع الجمرة في فمه إنه طفل لا يدري ما يفعل إلي بالمياه كي نرطب فمه إنه يتألم من اللهب وهكذا بعد أن تبين لفرعون أن موسى مجرد طفل لم يعد يغيره انتباها ونجاه الله من بطش فرعون للمرة الثانية هل أخبرتني به القابلة صحيح؟ نعم صحيح لقد حبلت مرة أخرى وسآتي إليك بفرعون صغير ولكن هل سيعيش حتى يصير فرعون مصر؟ سيعيش هذه المرة وماذا عن موسى؟ موسى ماذا به؟ فلنجعله يعيش وسطنا مثل ما كان نعم فلنجعله يعيش وسطنا فإنني متأكد أن الطفل الذي سيولد لن يعيش طويلة أريدك أن تعلم موسى القراءة والكتابة والحساب والفلكة والهندسة طوع أمرك يا مولادي عمران لقد آن الأوان أن تعلم موسى دين الله دين آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم يجب أن يعرف ما هو دين الله الحق إن الكهنة يعلمونه في قصر الفرعون من فضل الله عليه أنهم لا يعلمونه عقائدهم إن فرعون لا يهتم به ولا يهتم بتعليمه لعقائدهم الدنسة سنعلمه الدين الحق حتى يكبر ويكمل رسالة مولاي إن مولاتي آسيا جاءها ألم المخاض أحضروا لها القابلة لعله يكون ولدا يا مولاي ولد بنت لن يعيش فكل أبنائي يموتون إنه ولد ولد أريني إياه هل يا ترى سيعيش أم سيموت مثل إخوته السابقين سيعيش يا مولاتي سيعيش أين موسى فلتبعثوا به إليه فرعون فرعون زوجي الحبيب مرحبا بك يا نفرتاري جئت إليك كي أزف إليك خبرا سعيدا خبرا سعيدا إنني حبلة سألد لك بعد تسعة أشهر ماذا؟ حبلة؟ وهكذا حبلت نفرتاري وأنجبت لفرعون المولود الثاني بعد عام من ولادة ابن آسيا ثم حبلت آسيا وأنجبت كذلك وتزاد عدد الأبناء لدى فرعون وأنجب بعض التوائم مرت الأعوام عام وراء عام وكبر موسى وأصبح على أبواب الشباب وكان موسى عبدا صالحا لم يكن ليسجد للأصنام أبدا وكان يرى أن ما يفعله فرعون وكهنته من السجود لأصنام هو أشد دروب الكفر ظلاما ولم يكن فرعون يطلب من موسى الذهاب معه إلى المعبد مثل باقي أولاد فرعون ودبت في قلب موسى الغيرة بعد أن سمع ما يتردد في القصر قالوا أخوه هو وريث العرش من بعد فرعون وتساءل موسى لماذا أخوه وريث العرش وهو أحق بالعرش منه إنه ابنه الأكبر ويجب أن يأول العرش إليه ولعبت الأفكار بعقل موسى وبات يسأل كل من في القصر عدا فرعون وآسيا وبات الكل يتغرب من قول الحقيقة إلى أن قرر موسى سؤال فرعون وآسيا موسى هناك حقيقة كنا نخبئها عليك اذهب إلى كبير الكهان وسنخبرك بالحقيقة وذهب موسى إلى الكاهن وأخبره الكاهن بكل شيء وهكذا عاد موسى للمرة الثانية لحد يكابد وعرف عبيد بني إسرائيل الحكاية وباتوا يتهمسون بها فيما بينهم هيا يا موسى ويقنع جيداً وتقرب موسى من دين الله أكثر للمرة الثانية للمرة الثانية للمرة الثانية للم يحنل الوقت بعد كي نستريح من ظلم فرعون وكان موسى يشد من أذرهم ويطلب منهم الصبر على البلاء لأن آخر الصبر هو الفرج وإن مع العسر يسر أدركني أدركني يا موسى من بطش هذا المصري أدركني فوكزه موسى فقضى عليه فبهد موسى لهذا الأمر وحزن حزناً شديداً فقد كان يريد فضل اشتباك وليس قتله أدركني أدركني يا موسى من بطش هذا المصري وأسرع موسى كي ينقذ الإسرائيلي ولكنه تذكر قسمه أمام الله إنه لن يكون ظاهيراً للمجرمين وتوقف وفكر وقال لنفسه لما لا يكون هذا الإسرائيلي هو المعتدي إنه كثير المشاجرة مع المصريين وقال موسى للإسرائيلي بضيق قال له موسى إنك لغوي مبين تريد أن تقتلني يا موسى كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً وما تريد أن تكون من المصرحين إذن فموسى هو الذي قتل المصري هذا هو ما قاله العبد الإسرائيلي أمامنا يا مولاي اذهب يا رئيس الشرطة وأحضر موسى هنا أمامي وأحضر كذلك هذا العبد الإسرائيلي الذي شهد الحادثة وإن كان هذا الأمر حقاً فيجب أن يقتل موسى كما قتل المصري هل رأى أحد منكم موسى؟ لقد رأيته عند السوق منذ قليل هيا بنا إلى السوق موسى موسى انتظر انتظر أهرب أهرب يا موسى أهرب إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك أهرب إني لك من الناصحين لقد عرف فرعون كل شيء وبعث رئيس الشرطة وجنوده لإحضارك وخرج موسى من المدينة خائفاً يترقب ودعا ربه وظل موسى يسير في الصحراء أياماً وليالي كثيراً